موسيقى وانا قلت لحضراتكم ان ده مزمور من مزمير المصعد مزمير المصعد هي من مزمور مية وعشرين لمزمور مية أربعة وتلاتين خمستاشر مزمور خمستاشر مزمور وقلت لكم على التكسيمة بتاعتها وفي المزمور دوت بيتكلم رفعت عيني للجبال من حيث يأتي عوني معونيك من عند الرب اللي زي صنع السماء والأرض هو الحاجة انه من مزمير المصعد هم ريحين الهيكل وهم ريحين الهيكل وطغعين فبتجاب لهم أخطار ممكن إنسان يقع ممكن إنسان تحصل حاجة تأثر على رجله والمشوار مش مجرد مشوار بسيط متاخدهم وقت طويل واللي جايين من الجليل بتاخدهم أيام وممكن بيتعبوا من الشمس في النهار وبيتعبوا من البرد بالليل فعشان كده بيقولوا رفعت عيني على الجبال من حيث يأتي عوني رفعت عيني على الجبال من حيث يأتي عوني في الوقت ده كانت الجبال بالنسبة للناس اللي هم مبعاد عن ربنا بيعبدوا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ لربنا. ويقول له أنا ملياش غيرك. مليش ملجأ سواك. مليش ملجأ سواك. فالإنسان بيرفع عينيه لربنا. ويقول آية جميلة كده نحوك عيننا. ومحتاج الإنسان يثبت عينه على ربنا. رفعت عينيه للجبال من حجزة عامل. ومرة أفتكر قلتلكم موضوع الجبال في الكتاب المجندس موضوع كبير ومن المواضيع المهمة. لأن فيها الارتفاع. والإنسان فينا بيرتفع في حياته الروحية لبابيت جدا في طريق الله. وحتى عن الكنيسة يقول أساساتها في الجبال المقدسة. أساساتها في الجبال المقدسة. أفتكر أن أنا مرة أكلمتكم عن الجبال في العهد الجديد. وجلتلكم باختصار الجبال في العهد الجديد خمسة. أول جبل فيهم جبل التجربة. لما رب المجد يسوع كان في الجبل عشان يجرب من إمليس. تاني جبل اللي هو الجبل التعليم. لأن عندنا الموعظة على إيه؟ الجبل. الموعظة على الجبل. جبل التعليم. الجبل التالت اللي هو جبل التجلي. التلاتة دولة حتى بقولهم للولاد إنه تلات جبال كلهم يبتدوا بحرف T. جبل التعليم. الجبل التعليم ده يا جبل طبور. والجبل الرابع اللي هو جبل الجثة. وده جبل الصليب. الجبل الخامس اللي هو جبل الصعود. جبل الزيتون. ده لك جبل اللي في العهد الجديد. في العهد الجديد كثير. ما تقول الكتاب المجدس كده بتده المصفر التكوين. تلاقي أول جبل قابلك اللي هو جبل إيه؟ أرارات. جبل أرارات ده اللي استقر عليه إيه؟ الفلك. ده اللي استقر عليه الفلك. وده موجود ما بين تركيا وأرمينيا. وحتى الناس بتعطي الأرقيونجي لديوا الفلك على جبل أرارات. لأنه ده الجبل ده كتير يبقى عليها سلوك. تالي جبل اللي هو جبل إيه؟ جبل الماريا. جبل الماريا ده اللي أبونا إبراهيم جدم عنه إسحاء. وده نفس الجبل اللي تبان عليها الهيكل. اللي بيتكلم عنه في المزمور رفعت عينيه يا لا. إلى الجبل من حال سيئات يا عوني. ده جبل الماريا. الجبل الثالث اللي هو جبل إيه؟ جبل سيناء. وليه أسماء كتير. يقول عليه جبل الله. حتى بتقوله في التسبح. ويقول عليه جبل موسى. ويقول عليه جبل حوريب. ويقول عليه جبل سينت كتيرين. ده اللي ربنا إدى موسى النبي الوصى يومنا عليه. الجبل الرابع اللي هو جبل نبوة. الجبل نبوة ده اللي هو موسى النبي شاف أرض الموعد ومات. واندفن هناك. فيه جبنين مذكرين في سفر التسمية. رسحة سبع عشرين تمان عشرين ومذكرين في سفر يشوع. جبل جرزيم وجبل عيبال. جبل عيبال جبل اللعنات. وجبل جرزيم جبل البركات. والجبلين دولة وكانوا مواجهين لبعض. الوقت تجسد رب المجد يسوع الجبلين دولة كانوا في منطقة السامرة. والسيد المسيح ليه المجد لما جعد مع المرأة السامرية على البير في سخار كان الجبلين حواليهم. جبل عيبال وجبل جرزيم. حتى لما المرأة السامرية شورت له على الجبل وجلت له اي بقى انا سجد على هذا الجبل. كانت بتشورله على جبل جرزيم. ولما لو اتشوقت انك تجرى كاثنية سبع عشرين تمانية وعشرين. ربنا كان بيوصى موسى النبي بيقول له جل شعب اسرائيل لما يدخلوا ارض المواد. انهم فريق منهم يغف على جبل عيبال وفريق يغف على جبل جرزيم. اللي يغفوا على جبل عيبال يقولوا اللعنات اللي تنزل على الانسان اللي ما يحفظ وصية ربنا ويعيش بعيد عنه. وعلى جبل جرزيم يقول على البركات اللي تحل على الانسان اللي هو يسمع لكلام الله. دولا جبل عيبال وجبل ايه؟ جبل جرزيم. فيه جبل جلبوع. جبل جلبوع ده اللي ايه؟ اللي مات عليه شاول الملك. اللي تقاتل عليه شاول الملك. وفيه جبل اسمه جبل الكرمل. جبل الكرمل اللي دائلية نابي ايه؟ جدم عليه الزبيحة لما كانوا انبياء البعال موجودين. دولا ما اختصر شديد الجبل بتاعة العهد الجديد. وايات كتيرة خالص بجا. في سفر ايه يقول اسعاضي على جبل عالي يا مبشر الصهيون. اسعد على جبل عالي يا مبشر الصهيون. ويقول في السفر ايه ايه؟ ويقول في رسالة رمية. ويقولها في السفر نحوه. ما اجمل على الجبال قدمي المبشر بالخيرات. ما اجمل على الجبال قدمي المبشر بالخيرات. واباءنا في القرون الاولى سكنوا الجبال. سكنوا الجبال علشان ما فيش حاجة تشغلهم ولا تعطلهم عن ربنا. ما فيش حاجة تشغلهم ولا تعطلهم عن ربنا. علشان كده الانسان يقول له رفعت عينيه الى الجبال من حيث ياتي عونيه. فدي علشان تستفيد من المزمور ده دي رحلة مش للهيكل بس دي رحلة حياة الانسان. لازم حياتك تبقى فيه صعود. لازم حياتك تبقى فيه تقدم. اسبوع بعد اسبوع. وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة. افضل. اتجدب اكتر. اجرب اكتر. اعرف اكتر. فدي رحلة حياتنا. رحلة حياتنا. فبيقول رفعت عينيه الى الجبال من حيث ياتي عونيه. المعونة من عند ربنا. المعونة من عند ربنا. مرات الانسان يتكل على نفسه. او مرات الانسان يتكل على مصادر بعيد عن الله. ما يلاقيش منها معونة. المعونة والمجد والحكمة كلها من عند ربنا. المعونة والمجد والحكمة كلها من عند ربنا. فهو بيطلب المعونة من الله. بيطلب الهلب من ربنا. رفعت عينيه الى الجبال من حيث ياتي عونيه. طب ان كان الله هو المعين بتاعك هتخاف من ايه؟ هتكلك من ايه؟ ايه اللي يخلكم تضطرب؟ الله هو اللي بيعينك؟ الله هو اللي سندك؟ يقول عليه صخر اسرائيل. صخر اسرائيل. عشان كده محتاج الانسان. مرات الانسان تلاجفته ضيجة يقول له ارفعوا الشكل فوقه. ارفعوا الشكل فوقه. من طول ما بترس الرسول كان مثبت عينيه على المسيح كان جادر يمشي على المياه. لما ابتدى ينظر على الامواج والاضطربات ابتدى يغرقه. يقول له لا يسلم رجلك للزلال. لما ينعس حافظك. فما ينعس حافظك هو زلا ينعس ولا ينام حارس اسرائيل. لا يسلم رجلك للزلال. مولاد ناس وهو ماشي في الطريق يتكعمل. يلاجج الدم وعثارات. بس فيه انسان حتى لو وقع يقول كده زي ما جال في سفر ميخة في اخر اصحاح. لا داش ماتي بيه عدوة لان اذا سقطت اقعوه. اذا جلست في الظلمة فالرب بنور الليه. يقول له في المزمور تاني يقول لألا تؤثر بحجرة رجلك. يقول له انه يرسل ملائكته على ايديهم يحملونك لألا تؤثر بحجرة رجلك. لا يسلم رجلك للزلال. ودي بتخلى الانسان في حياة الروحية يفكر في طريق الروحي. امشي في طريق اتجنب فيها العسرات. وروقنا يحمل من العسرات. يقول لك لابد ان تأتي العسرات. لابد ان تأتي العسرات. ولكن وإنسان لازت تأتي بوسطة العسر. فلا يسلم رجلك للزلال. لا يسلم رجلك للزلال. يعني فيه ناس تلاقيه بيقع يفضل واقع. يقول لك الصديق يسكت في اليوم بسوقه ويجوم. لكن فيه انسان يقع يفضل واقع. يفضل معيد. وفيه انسان تلاقيه بيتغنح. بس فيه انسان تقني كمان تلاقيه لو يبص كويس جبل ما يخطيه. ويحسب خطواته كويس. ويبص الجداء. ويحسب النتائج الافعال بتاعته الكنسة الوانساسة. يقول لا يسلم رجلك الى الزلل. لا يسلم رجلك الى الزلل. فربنا هو اللي بيحمي الانسان. هو الحارس للانسان. هو الحارس للانسان. حتى ربنا وضع آدم يقول له حراس يعني انه يفلح الجنة. وضع آدم علشان يفلح الجنة. لانه دية بيديله مسئولية. الله بيشركنا في العمل معاه. الله بيشركنا في العمل معاه. الواحد مننا يغفل. لك الربنا ما يخفلش. الواحد مننا ينام. لك الربنا ما ينامش. فما ينعس حارسك. فما ينعس حارسك. فانت تبقى مطعم. تشوف الجديس بطرس العسول في عمال 12. في السجن وعمل ايه؟ ونهي. وربنا يبعت له ايه؟ يبعت له الملاك علشان يصحيه. ربنا يبعت له الملاك علشان يصحيه. وتشوف برضه ازاي ربنا حفظ يعقوب. معقوب تارك بيت ابوه وخايف من اخوه عيسو. وراي عند خاله لابان. وفي الطريق ربنا كده يوري له السلم. عشان يخليه نتعلق بالسما باستمرار. ويقول لي هو حارسك. هو اللي يحفظك. هو اللي يحفظك. فكل الامور اللي حصلت مع الجديسين في الكتاب المجدس حصلت علشان احنا ناخد منها دروس. يقول كل ما كتب كتب لاجل تعليمنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. يقول فما ينعس حارسك. فما ينعس حارس. واذا لا ينعس ولا ينام حارس اسرائيل. عين عليك. من اول السنة لاخر. يقول لي في مزمرة الربعة الثلاثين. عين الرب نحو الصدقين. بس ان كانت ربنا عينه عليه محتاج انت برضو عينك تبقى على ربنا بستمرار. عين الرب نحو الصدقين. واذناه الى ايه؟ ونصراخه. واذناه الى صراخه. رجلي في رسالة بطرس الاولى اسحة الثلاثة. عيني الرب على الابرار. وبيطر منك. عشان ما تخافش ولا تقلم. عيني الرب على الابرار. واذناه الى طلبتهم. عيني الرب على الابرار. ويقول لك ايه؟ ولكن واجه الرب ضد فعلي الشرف. ولكن واجه الرب ضد فعلي الشرف. رجلي في مزمرة اثنين وثلاثين. اعلمك. وارشدك الطريق اللي تتسلكه. امصحك. عيني عليك. يا جميلة خد. يقول اعلمك. ارشدك. انصحك. عيني عليك. ويقول لك انا عايزي اكتر من كده. يعني ام انتهى الطمأنين. ويقول انت المالجأ ليه؟ انت المالجأ ليه؟ يكمل في المزمور اللي احنا بنتأمل فيه. ويقول لك الرب يحفظك. الرب يظلل على يدك اليوم ناء. فلا تحركك الشمس بالنهار. ولا القمر بالليل. فيقول لك الرب يحفظك. الرب يظلل على يدك اليوم ناء. فربنا معاك. وان كان الله معنا فمن علينا. ربنا جانبيك باستمرار. اي اوقات شدة. اي اوقات ضيئة. اي اوقات ألم. تلاقي ربنا جانبيك. يقول لك في كل ضيقتهم تضايق. وملاك حضرته خلصهم. في كل ضيقتهم تضايق وملاك حضرتهم خلصهم. شوف مع داود النبي. ممكن داود النبي مر بضيقات واتعب كتير. وشاول كان بيهدده. وكان خطر بيلاحقه. يقول لك الرب يحفظك. الرب يحفظك. ده أنا يعني كلمتين يقول لك فيهم الفايد. الرب يحفظك. ويظلل على يدك اليوم ناء. فلا تحركك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. هو يحميك من كل التجارب اللي ممكن تحصل للإنسان. حتى الحاجات اللي في الطبيعة. حتى الحاجات اللي في الطبيعة. يقول لك الشمس بالنهار والقمر بالليل. لان الناس اللي كانوا بيمشوا في الصحراء. كانوا عارفين ان القمر بالليل. بيبقى لها أخطار على الإنسان. وأخطار على النظر بتاعه. يقول عليها مون استرايك. مون استرايك. فالله هو اللي يحفظ دخولك ويخروجك. ويظلل عليك. يحفظ دخولك وخروجك ويظلل عليك. يعني انت تحت حميته. عينه عليك وبيرعيك باستوراه. عينه عليك وبيرعيك باستوراه. بيكمل كدهاب مش قلبي بيقول في المزموة. الرب يحفظك من كل سوق. الرب يحفظ نفسك. الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وهل الأبد الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وهل الأبد الرب يحفظك من كل سوق تقولي طيب مبرات الأبرار بتحصل لهم ضجهات تبقى بسامح من عند الله وتبقى لأجل في ايدتهم تبقى لأجل في ايدتهم واحتمال الإنسان يبقى تسكية لما الإنسان يحتمر الضيجة التي يجي عليه يتزكى الإنسان يعني يبقى فايدة بالنسبة يعني ربنا هيكافؤ يكافؤ في المراز السماوي يكافؤ المكافأة الأبدية ولكن ربنا وعدك كده وقول لك الرب يحفظك من كل سوق ربنا أحفظك من كل سوق هو حماية الإنسان الأساسية إنه ربنا يناجيه من التجربة يناجيه من التجربة تجربة إبليس تجربة الخطيئ لما وضع الشر في الكتاب المجدس مقصود بيه أكتر من حاجة فيه الشر المقصود بيه الخطيئة زي مجال كده يوسف الصديق في تاكون تسعة بتلاتين كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخته أمام الله ده الشر المعنى الخطيئة وفيه شروف يعني يقول لك تياره أمراض حوادث احتياج ضجات مش دي اللي بتجلبنا ومش دي اللي بتخوفنا الإنسان بيقلق وبيعمل حساب اللي هو الشر بتاع الخطيئة علشان كده في صلاة الربانية في صلاة ابنة اللازم بنقوله ناجينا من ايه؟ من الشرير ناجينا من الشرير مش من الشر لأن الشر مرات يقصد به اللي هي المتاعف في الحياة عشان كده حتى الترجمة بتاعت ناجينا من الشرير دي في كينج جيمس مش مزبوطة ايه؟ ديليفر اس فرم ايفل ولكن صحيحه في اليو كينج جيمس ديليفر اس فرم اذا ايفل من والترجمة في العرب مزبوطة ناجينا منه ناجينا من الشرير لأن الكلمة في الأصل اليوناني بترجي على شخص مش بترجي على شيء كشر كده تعرف في موضوع النور والظلمة وربنا ما خلقش ظلمة والظلمة هي غياب ايه؟ غياب النور والظلمة هي غياب النور ففي حاجة تبقى موجودة بسبب غياب حاجة يعني انا مثلا عندي قطع في الجلابية بتاعتي وقلتلكم على جابة كده يقول لي انت عندك قطع في الجلابية يقول لي ده مش قطع مش عندي ده حاجة ايه؟ ده حاجة غيبة من القماش فغيابان الحاجة يقول لك عندك حاجة وهي حاجة غيبة في الحاجة هي حاجة غيبة فغياب النور هو الظلمة وغياب الخير هو يهد هو الشار ولازم تبعثين كلنا الله كل الصلاح الله كل الصلاح يعني مرات ما استغلط ويقول لك ايه ما عرفش ان يا ربنا عمل معايا كده يقول يعني يا ربنا عمل معاك كده ارابنا ما عملش حاجة وحش ارابنا ما عملش حاجة وحش ده انت مفيش حاجة كويس بتاخدها قبل ما بتاخدها منه مرات ونا بيقولها الجديسة حان المعبدان في انجيل معلمنا حان صحى 3 لا يقدر احد ان يأخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء لا يقدر احد ان يأخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء ودي لازم تبقى تبقى تفكر فيها تبقى شغلاك من ناحية ايه انت مرات تشتغل ولا تأمل حاجة معينة وتحس ان ده خلك داخل كده تفكر انك انت يعني انت اللي عملت هي ووفر حاكي من عند ربنا رجل جديس يا ووفر رسالته ان كل عطية صالحة كل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دورة كل عطية صالحة يقول لك لانك منحتنا بيدينا زي المرحة لانك اعطيتنا لانك اعطيتنا فالله كل صلاح الله كل الصلاح لو فيه اي انسان صالح فهو عشان وقت الصلاح ده من عند ربنا صلاح الله اعطيت مطلق صلاح الانسان ايه نسبي صلاح الانسان نسبي عشان كده الشد الغنى لما جاء رب المجد يسوع ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لقارس الحياة الابدية فرب المجد جاء له لماذا تدعوني صالحاً ليس احد صالح الا يه الا الله لماذا تدعوني صالحاً يعني ايه طب معناها ايه يعني اقول له انت بتقول لي يا معلم الصلاح بتجويني بتنفقني يعني ولا انت بتقول لي عشان عارف ان انا الله لكن ربنا ما لافاش مسألة الصلاح حتى رب المجد جاء جاء لك الانسان الصالح من كنز قلبي الصالح يخرج ايه الصلاح وفي سفر طبيب يقول الملاك الصالح ملاك الصالح يرافق الانسان فربنا كل الصلاح فالرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ دخولك وخروجك الرب يحفظ دخولك وخروجك معاك في كل وقت ومعاك في الطريق ومعاك في الطريق معاك في الطريق خل مثلا لكده يوسف صديق شوف الحاجات الصعبة اللي حصلت معاك ويفكر الرب يحفظه يفكر الرب ينجح طريقه ليه؟ يقول لك انسان امين 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 مع ابوه وامين مع اخواته وامين في بيت فوتفار وامين في السيد وامين في مع فرعون في امين في كل جوانب حياته عشان كده رب يحفظه يحفظه لما يرموا في البير ويحفظه لما يبعوه ويحفظه بيت فوتفار من الشر ويحفظه في السيد ويحفظه في كل حياته الرب يحفظه من كل سوق الرب يحفظ ايه؟ دخولك وخروجك الرب يحفظ دخولك وخروجك عشان كده جال لجوسف الصديق لاخواته وقول المشهور جال لهم انتم اردتم بيه شغلا ولكن الله قصد به ايه؟ خالي عارف مساءة الرب يحفظ دخولك وخروجك يعني الله بيهتم بالتفاصيل اللي في حياتك وانت خارج هو معك وانت راجع هو معك هو رفيق الطريق حتى في التفاصيل الصغير حتى في التفاصيل الصغير في كل اعمالك هو موجود معاك والرب يحفظ دخولك وخروجك شعب اسرائيل كان عندهم حاجة اسمها مزوزة ايه المزوزة دي؟ كانوا بيجيبوا جزء من صفر التاسمي اصحح الستة اللي هو بيبتدي بكلمة عندهم في العبر اسمها شمه اسمع يا اسرائيل الرب الهك ربا واحد اله واحد تحب الرب الهك من كل ايه؟ من كل جلبك ومن كل قوتك ومن كل قدرتك والكلام اللي ما كلمك به انك تجرى في وصية الرب وفي كلام رب في دخولك وفي خروجك وانت موجود في البيت وانت جاعد وانت لما تيجي تنام وانت لما تقوم يقولها فصحة الستة يقول عليها مزوزة المزوزة دي كانوا بياخدوها ويحطوها في علبة صغيرة في باكس صغير ويعلقها يقول عليها على أجواب بيتك علقها على أجواب بيتك فكانوا بيعلقوها كده فيفتكر كده ان الرب معك في دخولك وفي خروجك الرب معك في دخولك وفي خروجك علشان كده ما تقولش الهم ابنا لما يقولك ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بكم ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بكم فعشان كده احنا في رحلة حياة في رحلة الحياة دي لازم تبقى برين من ربنا عشان ربنا دايما يكون موجود معاك وتقول المزمور الجميل ده وتفكر في الكلمات بتاعتك وانت بتصلي في صلاة الغروب وجل رفعت عينية الى الجبال من حيث يأتي عوني معنديش مصدر ولا قوة ولا معونة ولا مساعة ده غيرك انت وانت كفاه لي لان مرات الانسان يقولها كده ويقولها كده بحسرة يعني يقولك انا مليش غير ربنا اقوله طب هو ربنا مش كفاية انا مليش غير ربنا طب ما يقولك ما ده لا تبقى فرحان لا تبقى مبسوط تبقى متهلل مش تقولها وانت في مرارة ربنا يبارك حياتنا جميعا لاله كل مجددان للابد امين شكرا شكرا شكرا